يعني بعد ساعات أو سويعات على حدوث العملية وقع هذه العملية الإرهابية على تونس من رسميين ومواطنين عادين يعني هذه العملية الإرهابية في أولا يجب وضعها في إطارها أولا هي عملية في شهر رمضان أصبحت أو تكاد تكون تقليدا لداء الإرهابيين نتذكر مذبحة للجنود تمت في شهر رمضان من سنة 2013 وفي كل هذه الأوقات المقدسة يوم جمعة أو شهر مقدس يعتبر الإرهابيون أن العملية الإرهابية يجاز عليها هذا الإرهابي جزاء كبير حسب اعتقادهم هذا من ناحية القناعة من ناحية أيضا السياسية نستطيع القول أن ما حصل اليوم في تونس هو يتغذى من مشاكل محلية وإقليمية وربما أيضا دولية المشاكل المحلية نحن بين عملية باردو وعملية اليوم هناك مساعي كبيرة قامت بها المؤسسة الأمنية والعسكرية لضرب هؤلاء الإرهابيين وخاصة لقتل أكبر الرؤوس في التنظيمات الإرهابية وهو رئيس كتيبة عقبة ابن نافع لقبن أبو صخر مع ثمانية من كبار مساعديه وبالتالي هذه العملية تأتي في إطار أرد الفعل ثانيا أيضا هذه الإرهابيون استغلوا الوضع الاجتماعي الأخير في الأيام الأخيرة وفي الأسابيع الأخيرة التي تسم في تونس بكثرة الاحتجاجات والإضرابات مما أربك القوات الأمنية والعسكرية في نشاطهم وفي متابعتهم فهم من جهة يراقبون المنشآت العمومية ومن جهة أخرى يتصدون للإرهاب لكن دعني أقول أن هذه العناصر المحلية تضافرت معها العناصر الإقليمية ونحن نعرف أن تداعيات الحرب في ليبيا ما تزال تؤثر على الوضع الإقليمي ليس على تونس فقط بل على كل الدول المجاورة سيد علي أنت أشرت إلى أن جهود المؤسسة الأمنية والقوى الأمنية في تونس هي مشتتة في مناطق مختلفة نظرا لتصاعد الخطر الإرهابي ولكن هناك مناطق ربما قد يكون من البذيه أنها مستهدفة أكثر من غيرها المتجعات السياحية المناطق التي يتواجد فيها السياحة الأجانب خصوصا وهذا ما حدث فعلا هل هناك من مسؤولية ربما تتحملها الأجهزة الأمنية هناك منه هذا منطقي ولن تستطيع هذه الأجهزة فعليا ترصد كل عمل إرهابي قد يحدث في البلاد هو بالتأكيد من ضروري مراجعة الكثير من الخطط الأمنية لكن أيضا أن يقع القبض في وقت قياسي على إرهابي مشارك في العملية في أقل من ثلاث ساعات هذا يعتبر هام ونحن عندما نتذكر مثلا ما قاله الزميل السابق في المغرب هو عندما حصلت عملية أركادة في مراكش أيضا وقع القبض عليه في وقت قياسي أي أن المهم هو أن الجانب الأمني يكون حاضرا حتى يتم درس كل النقاط الضعف والقوة في هذه العملية الإرهابية ثم أيضا في نفس اليوم في هذا اليوم تقع عملية إرهابية في تونس وفي فرنسا وفي الكويت أي أن الإرهاب ليس له أجندة إلا العمل الإرهابي وبالتالي ليس له جنسية ولا يمكن أن يتنبأ الإنسان فيه في كل وقت ونحن نعرف أن حتى قبل هذا اليوم كانت هناك عمليات إرهابية كثيرة إذن هذا يطرح تساءل دولي هل نحن تحدثنا على الجانب الإقليمي وعلى الجانب المحلي الجانب الدولي يجب أن نقول أن الحرب الكونية على الإرهاب أيضا تحتاج إلى مراجعات فتحتاج إلى مقاربات جديدة هل يمكن أن تقود الولايات المتحدة 80 دولة لمقاومة الإرهاب ونجد كل يوم عملية الإرهابية إذن الإرهاب يهدد الآن أوروبا ويهدد الشرق الأوسط ويهدد شمال أفريقيا وربما يهدد أيضا قارات أخرى المستهدف المباشر من هذه العملية اليوم سيد عليها هو السياحة التونسية ولكن هناك من يشير إلى أنه ليس المستهدف فقط السياحة وليس حتى الاقتصاد الذي هو أهم من السياحة أشمل من السياحة ولكن المستهدف هو الدولة التونسية والتجربة التي خضتها تونس بعد الربيع العربي أنا أعتقد أن مسألة التجربة التي خضتها تونس طبعا التونسيون هم الآن بصدد التقييم بصدد أيضا نقد يعني كل هذه المرحلة نحن لا يمكن أن نقول أن ما نعيشه اليوم الإرهاب جاء فجأة جاء في فترة معينة نتيجة حكومة الترويك الفاشلة جاء في فترة معينة نتيجة غياب استراتيجية أمنية فاعلة بطبيعة الحال الآن التونسيون أخذوا وعيا بعد حتى الانتخابات هم مصرون على استكمال تجربتهم لأن الحل ليس في الرجوع إلى الوراء وإنما الحل في البحث عن استراتيجية أمنية ناجعة وفعالة والبحث أيضا عن مقاومة الإرهاب من جذوره لا مقاومة عن طريق المقاربة الأمنية المقاربة الأمنية في أي دولة مهما كانت قوتها لا تستطيع أن تقضي على الإرهاب إذن فلابد أن يتم تضافر الجهود بين جميع دول الجوار وبين العرب وبين الدول الشقيقة والصديقة لإنجاز مؤتمر دولي حول الإرهاب إذن اليوم الإرهاب يضرب ثلاث مناطق متفرقة في العالم وبالتالي أصبحت ظاهرة عالمية وظاهرة عالمية مقلقة هي ظاهرة عالمية منذ زمن هي مقلقة ويجب أن يقع الشروع من الآن حول ما هي أفضل أسبل لمقاومة الإرهاب لأنه لا يعقل أن يكون بضع مئات أو حتى بضع آلاف من الأشخاص الإرهابيين يقضون مضجع كل هذه الشعوب لابد أن يقع اجتماع حول مائدة مستديرة لتدارس كل الظروف ولتدارس أيضا جذور هذه الظاهرة الإرهابية للتصدي لها بشكل علمي مدروس شكرا جزيلا لك سيد عليّا الإعلاني الكاتب والبحث السياسي من تونس